ترجمة نانسي قنقر بزوغ للعهد الزاهري لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإشراقة لعهد جديد بدأ بجد ويواصل بجد في تحقيق منجزاته شعب مملكة البحرين بقيادة حطرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وفي ذكرى ميثاق العمل الوطني نحتفل بفخر بما أرساه القائد بمساندة شعبه من أسس متينة ساهمت في ارتقاء المجتمع ومؤسساته لما جعلها مضرب مثل للمحيط الإقليمي والدولي ثنائية القائد الملهم والشعب كانت لانطلاقه فبعد تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم جاء ميثاق العمل الوطني كفكرة ريادية منه أيده الله وكانت مكونات الشعب بكافة أطيافه مشاركة في هذا الميثاق إذ مثلت نخبة من هذه المكونات لجنة صياغة ميثاق العمل الوطني لتكون التوافقية في الطرح والتوازن في المخرجات هي بنود الميثاق الذي يريده الشعب ويباركه القائد بفضل رؤيته المستنيرة إننا بكل الثقة والاعتزاز نتسلم منكم مشروع الميثاق وثيقة للعهد كما أردتموه وسيكون موضع عنايتنا وتقديرنا وأمانة بين أيدينا وكما وعدناكم منذ البداية من منطلق ثقتنا الكبيرة في وعي هذا الشعب العزيز سوف يتم بإذن الله طرحه في استفتاء شعبي عام حسب النظم والإجراءات المتعارفة عليها بهذا الشأن لاستطلاع رعي الشعب فيه وبعد أن نطمئن إلى القبول العاملة سنقره ونعتمده مرجعا لمسيرتنا الوطنية وبعد طرح الميثاق للاستفتاء العام لم يكن مستغربا النسبة العالية للموافقين على ميثاق العمل الوطني أن أرفع إلى مقامكم السامي نتيجة الاستفتاء التي بلقت 98.4% فهذه النتيجة الطبيعية للديمقراطية وإيمان شعب مملكة البحرين برؤية الملك المعظم شكرا تم تسويتك بمزاعة فجاء الالتفاف الشعبي حول القائد نتاجا لأمرين مهمين أولهما أن الميثاق وبنوده هو إرادة الشعبي وصياغته ثانيهما إيمان الشعبي بجلالة الملك المعظم وطموحه في تطوير التجربة الديمقراطية لتحقيق المنجزات التي يقطف ثمارها الجميع وهذه كلمات الشعب تعبيرا عن الفرحة الحمد لله هني الحكومة الرشيدة وهني الشعب البحريني وإن شاء الله الأفضل دائما إن شاء الله نتيجة طيبة والله الحمد لله وأنا أشكر أبو سلمان على الشيء اللي عملها والنتيجة طلعت بفضله فرحان كلش الحمد لله أقول منتاز وصاير فرحان ودي أطير روح المواطنة الحق في التصويت على ميثاق العمل الوطني وترجمة الإجماع الشعبي على هذا الميثاق هي الواقع الذي يعاش الآن بتحدياته وطموحاته لذلك الأنموذج المتقدم في بناء دولة القانون والمؤسسات تحقق بالتفاف شعبي منقطع النظير لذلك يعتز ويفتخر كل بحريني وبحرينية بهذه الذكرى المنيرة في تاريخ مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر